السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في هذا الفيديو أتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله وفي أحسن الأحوال أخوتي سعيدة والله يدخل علينا ولكم هذا العام بصحة والسلامة طول العمر وبالرزق وباش مكتب منه إن شاء الله والله يحد الباس إن شاء الله والله يبعد لنا هذا الوباء في أقرب وقت ممكن إذا إخواني أخوات سوف نرى طريقة كيف شأننا نحمله جواز تلقاح ديالنا من خلال موقع لقاح كورونا إذا خطفوا الطريقة سهلة تبعوا معي الفيديو باش فهموا طريقة إذا فكل ما لكم إخواني أخوات أنكم تدخلوا للموقع ديال لقاح كورونا اللي غنخلي لكم الرابط دياله صندوق الوصف لقاح كورونا بو ايما من بعد ما ندخلوا للموقع كنمشيوا لهذا ثلاثة الشريطات اللي كينين على اليمين هذه الطريقة من خلال الهاتف أيضا يمكنك تتبعها من خلال الحاسوب من بعد ما كنضغطو للك ثلاثة الشريطات كنمشيوا الخدمات إلكترونية كنضغطو عليها هنا كيعطينا بعض الاختيارات أو بعض الخيارات الآن ما الذي أهمنا هو تحميل جواز الخاص بي من بعد ما ندخل تطبيق الخيار تحميل جواز الخاص بي إذا أعطينا هذه الصفحة نقوم بإدخال البعلومات الشخصية نقوم بإدخال البعلومات الشخصية نقوم بإدخال نوع البطاقة نوع بطاقة تعريف وش بطاقة تعريف وطنية ولا بطاقة الإقامة نحن نحدد بطاقة تعريف الوطنية الخانة المولية تدخل رقم تعريف البطاقة الوطنية الخانة رقم البطاقة الوطنية التي تكون هنا من حرف وأرقام من بعد كربعة الأرقام أو خمسة الأرقام على حساب كل واحد وش حالها تدخل الأرقام في البطاقة من بعد نقوم بإدخال تاريخ الإزدياد هنا نحدد تاريخ الإزدياد التي توجد في البطاقة الوطنية كما تلاحظون إذا لم تكن تتوفر على اليوم وشهر الميلاد أترك إلى الخانتين أفارغتين إذا لم تكن عندك تتوفر على تاريخ الميلاد اليوم وشهر تجعل الخانة فارغة إذا لم تكن عندك تاريخ تضع اليوم يعني تكتب الكلافية تكتب النهار والشهر والسنة من بعد تلك الصباح نقوم بالتصبح العمل المخصص ونقوم بالتصبح في المكان الى هذه الحنان النهار النهار الآخر تحديث التحديث نقوم بالتصبح ثم نقوم بعمل على بحث اذا اخوتي فهذه الطريقة نقوم بعمل جواز تلقائه ضد موضوع الكورونا المسجد ثم نقوم بعمل جواز تلقائه ثم نقوم بعمل على بطاقة جواز تلقائه نقوم بعمل جواز تلقائه نقوم بعمل جواز تلقائه في الهاتف تجوز بعمل جواز تلقائه وكهوز تلقائه بعمل جواز تلقائه اذا اخوتي ارمانا اشتراك الوصول اشتراك لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته